هكذا يا أبا مسلم الجليلي هي الجنة رخيصة؟ إلى هذا الحد الجنة رخيصة؟ قال لك هو أرخص من هيك كمان فيروى عنه الإمام البغوي أنه سؤل من سألوه؟ أبا مسلم الخولاني للأزف هذا الرجل الزاد العابد الدرويش وهذه مشكة المسلمين في زهاد وعباد لكن ما في وعي سياسي وما في وعي عقدي سليم حقيقي إيه؟ إذا تعلق العمر بكثرة الصلاة بالبكاء بالسبحة تدور باستمرار نقرأ قرآن أهل وسهلاً أن نقول المنكر المعروف معروف أن نغامر بقطع أرزاقنا أو بقطع عناقنا لا لا هذا أصعب شيء لازم الورع البارد، الورع السهل الورع غير المكلف وورع مجاني وورع مجاني في الأشياء فقال له أبا مسلم الخولاني يا أبا مسلم للجليل يا أبا مسلم ما أدنى ما يدخل الرجل الجنة أريد أن أجل الأشيء أرخص شيء نتبقوا، هنا أكتسون عرض للجنة أرخص شيء هذا السعاد، ترى الحمقات النبي يقول سلعة الله غالية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة تقدم مالك ونفسك روحك يا حبيبي الجنة هذه غالية ليس نعبة هذه قضية الحياة في الزنة والسرقة والشدود والنصب والهدك وتقول لي، هدخوا الجنة صدقنا، صدقنا الكلام هذا من غير حساب، هدخوا الجنة في الأخير، يهود ونصراني، هيتحمل عنك انتهينا، كله زي بعضه، نحصل بعضه ما فيش، مش هدخوش النار حرم الله بدنه على النار حرم الله على النار فقال له إيه؟ أدنى ما يدخل الرجل الجنة إني لأجده في الكتاب الأول ما كله إيه؟ حالة إيه؟ على التوراة التوراة بتقول والتوراة بتعيد حانا نشوف التوراة ما قالت؟ إني لأجده في الكتاب الأول أن الرجل ليلبس لباساً سنبولانياً بثلاثة دراهم في التوراة فاتموسى فعلاً في شيء اسمه لباس سنبولاني؟ هذا طبعاً النسبة يبدو أنها إلى مكان يصنع في هذا اللباس قال لباس سنبولاني وبثلاث دراهم يعني بثلاثة دراهم ثلاثين ما ينفعش؟ شوف النصب والدجل لكن هؤلاء استخفوا عقول المسلمين من لبس أن الرجل إيه؟ لا يلبس لباساً سنبولانياً بثلاثة دراهم فيقول الحمد لله فتجب له الجنة ما شاء الله طب وإذا من سنبولاني فييناوي مثلاً لندني طبعاً أكيد أكثر تخش الجنة ركض لأنه من سنبولاني هذا وليس بثلاث دراهم ثلاثمائة دراهم الحمد لله على نعمة الله تخيل؟ وإني لأجد في الكتاب الأول أن الرجل ليأتي أهله فيقرب إليه طعامه خبز وزيت فيقول الحمد لله فتجب له الجنة فتجب له الجنة إلى غير ذلك من هذه الأنماط السخيفة ما هذا؟ هؤلاء أرادوا إخواني وأخواتي واحدقوا هذا جيداً أن يفهمون أن الجنة سهلة جداً أن الجنة مضمونة لنا تعرفون ما النتيجة؟ الإرجاء عقيدة الإرجاء تسمعون بها أكيد عقيدة المرجئة ما هي عقيدة المرجئة والإرجاء التي حاصلها إخواني وأخواتي لا يضر مع الإيمان معصية فقط أنت تكون من أهل لا إله إلا الله افعل ما تشاء احتقب ما تريد أنت من أهل الجنة محرّاً على النار بإذن الله تعالى يا ما شاء الله لذلك ساء حال هذه الأمة وانحط وضعها كما أقول لكم وتناقضت في سلوكها وعقائدها كيف عقيدتك كذا؟ كيف كتابك يقول كذا؟ وأنت تفعل هذا لا لنُعلم من أمثال الوعاظ أيها الإخوة علماء المنابر الناس يظنون كل من امتطى صهوة منبر أنه عالم يحقّه الكلام في دين الله حتى أن يكون مصيبة قنبلة انشطارية يدمر كل شيء بأمثال هذه الموضوعات والسخفات والإسرائيليات يا إخواني بأمثال هذه الإسرائيليات كيف يُتفق؟ كيف يمكن أن أؤمن أن صحابياً مجاهلاً دخل النار في شملة؟ وبعدين في المقابل بالإذا أؤمن؟ لا افعل ما تشاء محرّم بدنك على النار شرط أنك أنت تقول لا إله أخر شيء قبل ما تموت لا إله إلا الله تضيق الوقت أيها الإخوة في كتاب الله اسمعوا آية غريبة جداً جداً هناك آية واحدة أو آياتهم بالحرير لأنه الثاني تتعلق بفرعون لعنة الله عليه تتحدث عن الثوبة؟ تتحدث عن التوبة عند الموت قال لي لا لا، ليس مهم وقبل أن تطلو الآية نحن لدينا في جعبتنا حديث كثيرة حديث عبد الله بن عمر وأمثاله ما هو؟ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر انتهينا، فهمناه، فهمته؟ وتفهم هذا الحديث؟ وتعتقد بظاهره وإن تفهم أعماقه إن صح الحديث أصلاً حسنه الألباني، أخرجه أحمد والترمذي وابنه ماجة وحسنه الشيخ الألباني وهو معمول به عند الأمة تقريباً للأسف الشديد معمول به الله يقبل التوبة ما لم يغرغر يعني ما لم يغرغر بنفسه النفس، الروح تصير هنا عما قبل هيك الروح وصل هنا وتحاسس، ما في مشكلة لا تتوب فقط لم تصير هنا خلاص، توب؟ إن شاء الله كل شيء مقبول بإذن الله في حديث أبي ذر ما لم يقع الحجاب ما هو وقوعه يا رسول الله؟ قال أن تخرج النفس وهي مشركة مدام ما وقع الحجاب، التوبة مقبولة عجيب، طيب، هنشوف قال الله تعالى سيبني عبد من ترمذي وأحمد وفلان وحسنه خال الله، الحمد لله، الحمد لله وإنا له لحافظون يا الله، أقسم بالله أعظم نعم علينا بعد الإيمان محفوظية الكتاب بالله، لو هذا الكتاب غير محفوظ، أقسم بالله لأصبحنا أسوأ أمه ربما على وجه الأرض وباسم الدين هذا الدين حُرِّف من عند آخره كان لكن الحمد لله قرآن يا حبيبي الدين كله في القرآن الكريم يا الدين التي هي أقوى قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبوا الله عليهم وبعدين قال ليش؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت الله أكبر قرآن؟ نعم قرآن في سورة النساء يا أخي هذا في أوائلها يقشر البدن والله العظيم يا إخواني كأنه فعلاً أحاديث موضوع بنية مع سبق الإصرار والترصد لتفريغ القرآن من ماذا؟ من معانيه من مضموناته من مشمولاته من معتقداته تفريغ الله يقول بشكل واضح بيّن وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت ما قال ليش غرغر قال إني يتبت الآن قال لا ليست له توبة وللذين يموتون وهم كفار قال لا ليس لهم توبة وإلا فرعون تاب قبل أن يغرغر قال حتى إذا أدركه الغرق أدرك أنه غرق لا محالة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمرت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين قبل الله توبته أسعده بالجنة كما زعم ابن عربي الصوفي كذب قال أنا وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين لا قال له قال لا تحين توبة قال له قال لا تحين تندم ما في توبة ما معنى آل أنا وقد عصيت قبله حتى تفقهوا كتاب ربكم إخواني وخواتي الله يقول انتبهوا بشكل واضح التوبة التي أعتبرها التوبة التي أقبلها التوبة يعقبها عمل وتصحح عملا من الصعب أيها الإخوة إحصاء الآيات التي دائما تقرن وتشهد التوبة بماذا؟ بالاهتداء وعمل الصالحات فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة توبة بعدها عمل عمل صالح تكفر به عما مضى صحيح؟ هناك حالة استثنائية واحدة واحد كافر مش مسلم كافر ملحد شيوعي لم يهتدي إلى الحق وقبل موتي ولو بدقائق اهتدى قرأ آخر حجة هذا الدين حق أشهد أغالى مثل يهودي الشاب الصغير الذي أسلم عليه هذا يدخل الجنة إن شاء الله لأن الله يعلم أنه لو عاش سيعقبه ماذا؟ عمل لذلك الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية من سورة النساء أتى به بأحاديث مرفوع وموقوفها ومرسلات ثم قال ماذا؟ نبعي الكلام قال جملة هذا الأحاديث تدل على أن التوبة التي يتقبلها الله توبة من يرجو الحياة افهموا حتى ابن كثير هنا نطق بالحق قال مش الذي يأس من الحياة ويعلم أنه يموت الآن قال لا توبة من يرجو الحياة أما من يأس منها فهذا الذي قال الله فيه وليست التوبة للذين الآية هذا فهم سليم نصادق عليه أما الفهم الذي قرر في أذهاننا كأمة والله علمناه ونحن صغار أيها الإخوة علمناه صغارا هذا لم يغرغ خلاص؟ الله إن شاء الله يقبل التوبة من قال هذا؟ وإني لغفار لمن تبأ وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلا من تبأ وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوبوا الله فأولئك يبدوا الله سيئة الحسنات وكانوا قفوا الرحيمة ومن تبأ وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله ما تبأ آيات بالعشرات لو لا ضيق المقام لا تلون منها نمطا أيها الإخوة كافية لكن تعلمونها عودوا إلى المعجر المفارس ما اللحظة؟ الذي لاحظه القوان الكريم ليعود إلى مادة توبة في المعجر المفارس آيات بالعشرات دائما تعقب التوبة فيها بماذا؟ بالهداية بعمل الصالحات إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصَبُوا وَأَقْبُوا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فأولئك مع المؤمنين في آخر النساء قرآن طافح إذن فهمتم ما هي التوبة؟ التوبة التي يتوبها من يرجو الحياة ويرجى أن يعقبها بعمل صالح يكفر به عن ماذا؟ عن سيء ما أسلف من أعمال ليس كما أفهمونا أن تبقى تحطب في حبل معصية إلا ما قبل الغرغرة فتعلن التوبة والشهادة وانتهى أمركم إن شاء الله على خير هذا باطل هذا تزوير لديننا ومن هنا عجّت حياتنا كما قلت لكم بالمتناقضات عجّت حياتنا بالمتناقضات الناس تستطيع أن تفهم كيف يمكن لعمي أن يصلي ويفعل الكبائر لكن كيف يمكن لشيخ؟ كيف يمكن لعالم؟ كيف يمكن لداعية أن يصلي ويعلم ويؤم الناس؟ ويحتقب كبائر؟ ومن أكبر الكبائر أيها الإخوة أن نصب بغض أهل البيت مولاة الظلمة والعيض بالله من الحكام اليوم الحكام الظلمة يوليهم ويبرر لهم ويدفع عنهم حتى آخر رمق كما قلت لكم هذا الورع البارد هذا هو الورع البارد ابن الرجل الحنبري قال قال التدقيق والتنقير أيها الإخوة في دقائق الشبهات يليق بمن هذا؟ يليق بمن استقامت أحواله وتشابهت أعماله في التقوى أما من كان على غير هذا الوصف هذا لا يقبل من أنه يبدأ يتورع ويتنزه عن صغائر الذنوب وبعض الشبهات انتبهوا هذه فائدة عظيمة جداً من كتاب الله تبارك وتعالى قال عز من قائل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ما يصير؟ نكفى عنكم سيئاتكم لا تعمل فيها ورع ولا تعمل فيها صوف يزاهد أبداً انت فقط تجنب الكبائر بعون الصغائر تكفر من عند فضل الله تبارك وتعالى العكس الذي يحصل عنده كثير من الناس ماذا يفعل؟ يقع في الكبائر بل هو غاركم فيها حتى الآذان ويأتي يتورع عن شغلات بسيطة تافهة جداً جداً غريب ماذا الورع البارد هذا؟ الورع السهل يا جماعة ها؟ هكذا والعكس صحيح ماذا يفعل؟ يفعل صلاة وصوم حج عمره وهو عالم الآن نتحدث عن عالم وإمام وشيخ لكن يسكت عن حاكم يقتل شعبه يسرق شعبه يهيل الأمة يسكت عنه بل يمدحه ويشهد فيه شهادات لله تبارك وتعالى ورع كاذب هذا ودين مغشوش ومدغول ومدخول لا يسوق إلا على الحمق الذين تخرجوا من تحت أيديكم والله العظيم ربيتمهم على أيديكم أفسدت عقائدهم وفطرهم وعقولهم فأصبحوا تاهئين مثل هؤلاء الذين علموهم والعياذ بالله هؤلاء أتعس من هؤلاء وهؤلاء أخيب من أولئك هكذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هكذا هكذا